اشتركوا في القناة وقد حضر اللقاء سموه الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وفي مستهل اللقاء رحب سموه الشيخ خالد بن حمد بأفراد فريق كي اتش كي للتجديف الشعبي حيث هنأ سموه الفريق بهذا الانجاز الذي يضاف لسلسلة النتائج المتميزة التي حققها الفريق خلال مشاركاته المختلفة معكدا سموه أن هذه النتيجة المشرفة جاءت بفضل المستوى الفني الكبير الذي ظهر به أفراد الفريق في هذه البطولة متسلحين بالعزيمة والإصرار والتحدي لإحراز اللقب ورفع اسم مملكة البحرين عاليا في هذه المشاركة الخليجية متمنين سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح لإحراز المزيد من النجاحات لرياضة الموروث الشعبي من جانبهم أعرب أفراد فريق كي اتش كي للتجديف الشعبي عن شكرهم وتقديرهم العميق لسموه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مؤكدين أن ما تحقق من إنجاز في هذه البطولة يأتي بفضل ما حظي به الفريق من رعاية ودعم من قبل سموه وضيفين أن الفريق يتطلع لمواصلة حصد الإنجازات في البطولات المقبلة بما يعزز ما وصلت إليه رياضة الموروث الشعبي البحريني من مستويات متقدمة والتي فرضت نفسها بقوة على الساحة الخليجية اشتركوا في القناة